توجه اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطائرة بطلا للنسخة السادسة من بطولة المنتخبات الخليجية وذلك بعد فوزه على منتخبنا الوطني للناشئين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة وقد شهدت المباراة حضور اسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة واسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وأمين عام الأجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف ورئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة سعادة الشيخ علي بن محمد الخليفة وعدد من الأعضاء ومنتسبية الاتحاد وقد سلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كأس البطولة لبطل هذه النسخة فيما تقلد أحمر الناشئين ميداليات المركز الثاني معربا سموه عن سعادته بما شهدته المباراة الختامية من مستويات كبيرة عكست استعدادات المنتخبين لهذه المباراة النهائية مؤكدا سموه أن ذلك نعكس على نجاح هذا التجمع الرياضي الخليجي وقد هدنا سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للناشئين بلقب النسخة السادسة من بطولة المنتخبات الخليجية مشيدا سموه بما قدمه ناشئو الأحمر من أداء كبير طيلة المنافسات وتمنيا سموه حظا أوفرا لمنتخبنا في المشاركات المقبلة وثمنا سموه الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد البحريني لكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد الخليفة في استضافة وتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع اللجنة التنظيمية لكرة الطائرة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والذي كان له الأثر الواضح في ظهور هذا الملتقى الرياضي ترجمة نانسي قنقر